حسنا دعنا أولا نعود للخلف ونفكر فيما يعنيه قولنا اجعل الخوارزمية أكثر فاعلية علينا التفكير بشكل تجريتي أي أن لا نلقي بالا لأن تقوم الآلة بتنفيذ الخوارزمية بعد الآن أو بوسطة حاسوب الانيك وهو أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام الذي يعد أبطأ يستطيع كلا الجهازين تنفيذ الخوارزمية لكن لا نريد التفكير في الآلة بعد الآن نود التركيز على شيئين فقط فهم ما نعني بكلمة حجم أي ما هو الحجم الذي تحتاجه الخوارزمية والوقت أي ما هي المادة التي تستغرقها لتحل المسألة وفي الحقيقة نريد العمل على فهم وتوضيح هذين المفهومين والآن لتحقيق ذلك أريد إقناعكم بأن ما يستطيع الكمبيوتر فعله يعادل ما تستطيعون فعله بواسطة قلم غصاص وكومة كبيرة من الأوراق وحاسبة بسيطة للغاية ويعد الكمبيوتر الحديث مشابه جدا لهذا فبدلا من الورق يستخدم الكمبيوتر ذاكرة رقمية ويحتوي أيضا وحدة معالجة مركزية بها ما يسمى I-LU أي وحدة الحساب والمنطق وسأقوم بشرحها بعد قليل وهي هذه الحاسبة يقوم الكمبيوتر باستخدام الآلة الحاسبة مليار مرة في الثانية ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال خطوات بسيطة للغاية فهذه هي فكرة عمل الحاسوب لا يوجد شيء خارق للعادة دعنا الآن نتحدث عن الوقت أو ربما نسميه السرعة أي ما مدة سرعة تنفيذ الخوارزمية نحتاج لتطوير مقياس نظري لهذا حيث يعمل كل حاسوب على سرعات مختلفة كما تعلم تذكر أن الحاسوب يقوم بالقراءة من قائمة من التعليمات الأساسية ويستخدم حاسبة بدائية جدا يمكنك استخدامها وتسمى I-LU ويرمز هذا الاختصار إلى وحدة الحساب والمنطق توجد هذه الوحدة داخل وحدة المعالجة المركزية ويمكنها القيام بوظائف حسابية أساسية كالجم أو الطرح إذا قمت بتزويدها بذلك ويمكنها القيام بوظائف حسابية أساسية كالجمع أو الطرح إذا قمت بتزويدها بذلك وأيضاً إجراء بعض العمليات المنطقية الأساسية مثل AND OR وأيضاً إجراء بعض العمليات المنطقية الأساسية مثل و و أو إذن فوحدة الحساب والمنطق هي تلك الحاسبة الصغيرة التي يستخدمها الحاسوب اعتبر هذه الوحدة أنها تجيب جميع الأسئلة البسيطة وذلك كل ما تستطيعه الحاسبة الصغيرة فعله ولترحي مثال هذه قائمة بمجموعة التعليمات مأخوذة من جهاز تحكم دقيق ولكنها تنطبق على أي شيء في العمود الموجود على يسار ترى A, D, D, W, F ويخبرك الوسط ما الذي تفعله هذه العملية إنها تأخذ F و D ثم تضيف إليهما W و F هنا D, E, C, F وهنا تناقص F أي طرح واحد من F أو M, O, V, F سينقل هذا F إلى موقع جديد يكمن أهم شيء هنا هو هذا العمود الدورات لاحظ أن جميع هذه العمليات البسيطة تتطلب حوالي دورة أو اثنتين يمكننا قول ذلك بطريقة أخرى وهي أن كل هذه العمليات تستغرق وقتا ثابتا وبالتالي لا تقف أبدا وتعيد نفسها مرارا وتكرارا وبإمكانك إرسال أي من هذه التعليمات وستحصل على الإجابة في دورة واحدة حسنا الدورة ليست ثالية مرة أخرى إنها نسبية فالدورة في حاسوب إينياك بإمكانها إدراء خمسة ألاف عملية في الثالية تذكر أن الحاسوب مزود بساعة وهي في الأصل عبارة عن زر تبديل يتحرك للخلف وللأمام وبغض النظر عن سرعة التبديل هذا هو عدد الدورات التي تستطيع عملها لذلك يستطيع الحاسوب الحديث العمل بسرعة أكبر دعنا نقول عشرة مرفوعة للقوة عشرة في الثانية أو حتى يمكنه القيام بتلريون دورة في الثانية تتمثل خلاصة القول في أنه عندما نتحدث عن وقت أو سرعة خوارزمية لا نتحدث عن ثواني بل نشير إلى عدد الخطوات الأساسية ونقول خطوات أساسية لأننا نفترض أن كل خطوة أساسية تستغرق وقتا ثابتا لذلك ستتطلب الحسابات الأساسية خطوة واحدة ولكن عندما يتوفر لدينا حاسوب يقوم بإجراء خطوات معقدة مثل الخوارزمية التي قمنا بكتابتها سيتطلب ذلك خطوات عديدة أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أخبرني إذا ما كانت العملية التي تتم من خلال رقاقة الحاسوب أساسية حيث تستطيع رقاقة الحاسوب القيام بتلك الأشياء البسيطة للغاية كالتي تستطيع إجراءها على ورقة